بدأ في بروكسال اجتماع الأزمة الذي عقده وزراء مالية منطقة اليورو لبحث آخر تطورات الوضع في قبرصة في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة القبرصية أن مفاوضاتها مع ترويكا مستمرة من أجل إنقاذ البلاد من الإفلاس هدد البنك المركزي الأوروبي بوقف إمداد المصارف بالسيولة المالية الاثنين في حال عدم التوصل إلى حل قد يجنب الجزيرة الإفلاس والخروج من منطقة اليورو عشرات القبرصة تجمعوا أمام مقر البرلمان الأوروبي تنديدا بخطة الإنقاذ التي ستفرض على بلدهم مواطن قبرصي يقول للأسف الشديد إذا كانوا لا يريدوننا من الأفضل أن يقولون لنا لكي نتوقف عن الحديث عما يسمى بأوروبا لا أحد يتقبل فكرة أنهم سيحاطمون دولة في ليلة واحدة وذلك لخدمة مصالحهم السياسية الضيقة مراسلة قناة يورو نيوز من بروكسل تقول حان وقت الحقيقة لمعرفة إن كانت قبرصة تبقى أولى في منطقة اليورو خاصة وأن المسؤولين أعلنوا أن كل السيناريوهات تبقى مفتوحة نيقوسيا محاطة بمطالب المصارف ومحاطة بتهديد المنكي المركزي الأوروبي بوقف إمداد السيولة إلى بنوكها ما قد يعجل من إفلاسها ترجمة نانسي قنقر